بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين أبنائي طلاب شركة آفاق التعليمية طلاب الصف الثاني المتوسط مادة الدراسات الاجتماعية سوف نتناول مع الوحدة الخامسة وهي الوحدة الأولى من الفصل الدراسي الثاني وهي بعنوان الأنظمة واللوائح الأنظمة واللوائح هذه الوحدة تنقسم إلى الدرس الأول مفهوم الأنظمة واللوائح الدرس الثاني مجالات الأنظمة واللوائح الدرس الثالث فوائد الأنظمة واللوائح الأهداف التعرف على الأنظمة واللوائح ومجالاتها التعرف على فوائد الأنظمة واللوائح التعرف على أثر الأنظمة واللوائح اجتماعيا ما الأنظمة ولماذا نحتاج إليها النظام النظام يا شباب هو قواعد وأحكام عامة ملزمة قواعد وأحكام عامة ملزمة يعني ملزمة على كل الناس تنظم جانبا محددا لتحقيق فائدة للمجتمع وأفراده ده بالنسبة للنظام أما اللائحة هي القواعد التنظيمية العامة التي يصدرها ملزمة مجلس الوزراء أو الوزير المختص وتفسر نظاما وتوضحه تفسر النظام وتوضحه مهم جدا أن اللائحة تفسر النظام وتوضحه يبقى لو جاء لي ما هي أسباب وضع اللوائح لماذا نضع اللوائح نقول لتفسير النظام وتوضيحه لتفسير النظام وتوضيحه وتحدد بالتفصيل أحكامه أحكامه والمسؤوليات والإتزامات والمكافآت والعقوبات من خالف يعاقب ومن التزم يكافأ لإطلاع المرسوم الملكي يصدر بتوقيع الملك للمصادقة على قرارات مجلس الوزراء اللي هو يصدر النظام مجلس الوزراء ياخد القرار لإصدار النظام والملك هو الذي يقوم بتوقيعه هنا نسميه مرسوم ملكي أما الأمر الملكي يصدر بأمر ملك للقرارات الخاصة بالأنظمة الأساسية نركز هنا على الأنظمة الأساسية وتعيين الوزراء ونوابهم والقضاء وأعضاء النيابة العامة والمراتب الممتازة وترقية الضباط الفرق بين النظام واللائحة تعالوا هنا نشوف إيه الفرق ما بين النظام واللائحة النظام مجال عام أما اللائحة مجال إيه مجالها مفصل أداة إصدار النظام مرسوم ملكي أداة إصدار النظام مرسوم ملكي إنما مندي بيرسل بيصدر اللائحة قرار مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة في الشركة أو أي شركة أو مدرسة أو أي شيء له آآ مكان خاص أو له إدارة خاصة يضع اللواح التي تختص بهذا المكان وهذه الشركة التعديل النظام التعديل فيه قليل جدا قليل جدا ونادر أنك تلاقي تعديل في النظام أما اللائحة فالتعديل فيها كثير جدا تمام يا شباب لأنها بتحدث العقوبات منثال لو قلنا وضع لوائح المرور وعلى الغرامات غرامة الغرامة في اللقوف في الإشارة الحمراء وعدم الاتزام بالوقوف في الإشارة الحمراء هذه الغرامة بيتم بيتم مضاعفتها كل فترة حتى يلتزم الناس ب عدم قاطع هذه الإشارة نشرة واحد تتضمن اللائحة مواد تفصيلية تطبق في الموضوع المحدد الذي صدرت بشأنه وفي أثناء التطبيق يحدث عدد من التغيرات عليها هو ما يضطر الجهة إلى التعديل من وقت لآخر حتى يوائم العمل باللائحة الجوانب التي تهدف إليها فعليا أسباب إصدار لوائح للأنظمة قلنا إيه ها لتفسير الأنظمة وتوضيحها لتفسير الأنظمة وتوضيحها منعا ليه كيف يصدر النظام هناك هناك مراحل لإصدار النظام يمر الإصدار النظام بعدد من المراحل التي يحصل فيها اقتراح فكرته ثم دراسته ومراجعته ثم إقراره ونشره من اللي بيدرس النظام هنا وتدرس النظام أو يتم دراس النظام من قبل الجهة أو السلطة التنظيمية اللي هو مجلس الشورى يبقى مجلس الشورى صاحب السلطة التنظيمية وتصدره السلطة التنفيذية وهنا السلطة التنفيذية في الدولة في يد مجلس الوزراء خلاص يبقى السلطة التنظيمية هي مجلس الشورى والسلطة التنفيذية هي مجلس الوزراء مراحل صدور النظام أول مرحلة الاقتراح ونقترح نظام جديد بيتم هذا الاقتراح من الوزير أو رئيس الجهاز الحكومي أو مجلس الشورى وأعضاء من مجلس الوزراء بعد الاقتراح بيتم دراسة هذا الاقتراح من قبل اللجنة العامة بمجلس الوزراء أو هيئة الخبراء بمجلس الوزراء المرحلة الثالثة بعد الدراسة المراجعة والتصويت بيتم مراجعة ما تم دراسته من قبل اللجنة المختصة بعد كده بيتم مراجعته من خلال مجلس الشورى بعد المراجعة والتصويت مرحلة الاقرار من اللي بيعمل اقرار من من اللي بيضع الاقرار التخذي القرار ومجلس الوزراء بعدين يتم رافع للملك والملك يكون بيه التوقيع بمجابه مرسوم ملكي اخر مرحلة وهي مرحلة النشر مرحلة النشر في جريدة رسمية جريدة ام القراء بيتم نشر النظام الجديد في الجريدة الرسمية في جريدة الرسمية تاني اللي هي جريدة ام القراء تمام شباب يبقى عندي ست مراحل اول مرحلة هي مرحلة الاقتراح ثم الدراسة ثم مرحلة المراجعة والتصويت ثم مرحلة الاقرار ثم الايه الاصدار ثم النشر رازم اعرف بالترتيب شان ما يكون يقولي تأتي مرحلة الاصدار بعد مرحلة ايه الاقرار احسنتم طبعا اخترت طلب بعض ضوابط المدرسية المعلنة عنها والتي تضمن تنظيمات وتوجيهات معينة ونقشون طريقة اصدارها في المدرسة وفوائدها ثم يكملون الفراغات الاتية تخيل عندك انت كطالب ان في اعلان في المدرسة سبب هذا الاعلان وفوائد هذا الاعلان زي اعلان مثلا عدم التأخر الصباحية او عدم التأخر في الدخول للحصة للفصل سبب الاعلان الاجتزام الطلاب فوائد الاندان طبعا وتحقيق الايه الفائدة للطول نشاط اثنين استعيني الطلب بالربط الرقمي للمركز الوطني والوطائق المحفظات ده موجود عندك في الكتاب ممكن خلال الجوال من تقدر تدخل عليه وتشوف الانظمة الحديثة ثلاثة انظمة صدرت حديثا وتاريخ صدرها ناخد معنا ومدخلنا عن موقع لدينا موجود نظام الجامعات لعام الف روماية واحد واربعين النظام الاساسي المؤسسة المبادرة مستقبل الاستثمار لعام الف روماية واحد واربعين نظام الامتياز التجاري لعام الف روماية واحد واربعين هجري الفرق بين النظام واللائحة قلنا قبل كده يا شباب النظام هو قواعد واحكام عامة ملزمة تنظم جانبا محددا لتحقيق فائدة للمجتمع وافراده اما اللائحة هي قواعد تنظيمية عامة يتم يصدرها مجلس الوزراء او الوزير المختص وتفسر نظاما وتوضحه اختار الطلبة الخيار الصحيح اداة اصدار الانظمة العامة هركز عشان الدرس الثاني هيفيدنا الجزاء دي في الدرس الثاني اداة اصدار الانظمة العامة وقلنا اداة اصدارها ايه ها مرسوم ملكي احسنتم تأتي مرحلة اقرار النظام بعد مرحلة الاقرار بعد مرحلة ايه قبل الاقرار ها تجي رتب مع بعض كده الاقتراح الدراسة مراجعة والتصويت الاقرار يبقى قبلها ايه المراجعة والتصويت اللائحة هي نظام عام قواعد تنظيمية للنظام نظام خاص هاي شباب قواعد تنظيمية للنظام تمام يصدر قواعد تنظيمية للنظام هاي تمام آآ يصدر النظام من من يصدر النظام مجلس الوزراء خلاص مجلس الوزراء بيقر ويصدر النظام تمام يا شباب من يكون بدراسة النظام مجلس الشورى بكده شباب انتهينا من الدرس الاول